ابناء يا بناتي طلاب المرحلة السنوية ولو تانية سنة وتحديدة اهلا بكم في فيديو النهاردة. النهاردة معانا انقساي معانا نهاردة مقال خاص بانلاين شوپنج. انلاين شوپنج يا جماعة هو هو اي شوپنج اللي هو تسوق الالكتروني يعني. بيقول لي اكتب اه عن بروز ان كونز اوف انلاين شوپنج. المميزات والعيوب الخاصة بين انلاين شوپنج. ممكن برضو يجي لعنوان تاني ادفانتجز ان ديسادفانتجز اوف شوپنج اونلاين. برضو المميزات والعيوب ليجابيات والسلبيات الخاصة بالتسوق الالكتروني. اللي هو طبعا التسوق عبر الانترنت. في البداية يا شباب نحب ان اوه نقول ان احنا عاملين فيديو مشابه لنفس الفيديو ده بالزبط لكن خاص بالمرحلة الاعدادية سنة تالتة اعدادي اللي حب يتفرج عليه احسبه لكم في علامة الاي الموجودة فوق ديت وفي الفيديوهات المقترحة في اخر الفيديو. ممكن تشوفوا الفيديو الخاص بالشهادة الاعدادية اه بحيس انه ممكن برضو يساعدكم في بعض الافكار. لكن الفيديو بتاع النهاردة خاص بالمرحلة السنوية. فهنلاقي ايه ادفانس شوية. يعني اعلى منه بشوية. يلا بنا دل بارتي على اول جملة عندنا. في البراجراف الاولاني بنتناول جملة الموضوع الرئيسية اللي احنا بنشرحها بقى في البراجرافز التالية. ففي البداية بنقول ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ ايه مفهوم جديد. related to the use مرتبط بي او متعلق ب the internet in the process of buying and selling في عملية الشراء والبيع. it's the transition from the traditional shopping to the modern electronic shopping. هو هو التحول من تسوق التقليدي للتسوق الالكتروني الحديث. هبدأ بقى اخش على اول ملمح كده من ملامح الموضوع بتاعي عشان اخش على السلبيات والايجابيات. like everything in life وزي اي شيء في الحياة online or e-shopping has advantages and disadvantages. وزي اي حاجة في الحياة فان التسوق الالكتروني له advantages له ايجابيات and disadvantages وسلبيات او مازايا وعيوب. let's discuss these two aspects. هيا بنا نناقش هزين الجانبين. هبدأ بقى في ال following paragraph اوضح الايجابيات بتاعة ال online shopping. البراجراف اللي وراه هنتكلم عن السلبيات بتاعة online shopping. طبعا خطوة خطوة كده بحيث يبقى الاسي بتاعنا persuasive يعني مقنع. e-shopping saves time and effort to consumers. التسوق الالكتروني بيوفر وقت ومجهود على consumers المستهلكين او الزباين. a lot of people prefer it and enjoy it so much. ناس كتير بيفضلوه وبيستمتعوا به جدا جدا. many shopping centers offer discounts on their website. الكسير من مراكز التسوق بيعرضوا خصومات على المواقع بتاعتهم او عبر المواقع بتاعتهم. people here can have the chance to get all possible information about the items for sale. يعني الناس هنا في التسوق الالكتروني يعني ممكن يكون لهم الفرصة في انهم يحصلوا على كل المعلومات الممكنة بخصوص الايتم يعني السلع for sale المعروضة للبيع. زي ايه بقى الانفورميشن ذيت? such as color size model price et cetera. زي اللون والمقاس والموديل والسعر. the product they order comes for them add the door by just a click on an icon. المنتج اللي هما بيطلبوه بيوصل لهم لغاية باب البيت بمجرد ضغطة على ايكونة. نبدأ بعد الوقت نخش على البياغراف الثالث اللي هو الخاص بالdisadvantages المساوي والعيوب الخاصة بالshopping online. on the other hand ومن ناحية اخرى. e-shopping consumers المستحلكين الخاصين بالتسوق الالكتروني must be keen on the security of their data. لازم يكونوا على حرص وحذر من تأمين الدياتا بتاعتهم والبيانات بتاعتهم. hackers can easily manage to find a way to steal the data. الهاكرز ممكن بكل سهولة يعملوا على انه هما ياخدوا ويسرقوا الدياتا الخاصة بيهم. e-shopers can face fraud and security threats. متسوقين عبر الانترنت ممكن يواجهوا الاحتيال والتهديدات الامنية. مروفر على وعلى ذلك some websites في ان بعض المواقع are fake. بتكون مزيفة. انتمد consumers. وبتغري الزباين والعملاء. and be fool them at the end. وبيخضعوهم في النهاية. the product you order may come late. من ضمن العيوب برضو يا جماعة ان ال product المنتج اللي انت بتطلبه may come late ممكن يجي متاخر. it may be different from the one you ordered. ربما يكون مختلف عن المنتج اللي انت طلبته. it may be out of quality. it may be out of quality. ممكن يخلو من ال quality. من الجودة ما يكونش جودة كويسة. sometimes it can be even more expensive than that in shops. واحيانا ممكن يكون اغلى عن اللي موجود في الشوبس المحلات. اده باخدش على ال conclusion او الخاتمة بيقول لي finally i see that online shopping has many advantages and disadvantages as well. وفي النهاية فاني ارى بان التسوق الالكتروني له مزايا وله عيوب ايضا. so لذلك we must do online shopping wisely. لازم نقوم باتسوق الالكتروني بكل حكمة. and with much care. وبعناية شديدة. to avoid any problems later. لكي نتجنب اي مشاكل فيما بعد. we must be alert. لازم نكون على حرص شديد ويقزين جدا. when we shop online. لما نتسوق عبر الانترنت. كده نكون خلصنا الاساية بتاعنا الخاص بالعيوب والمزايا الخاصين بالتسوق الالكتروني. طبعا الparagraph الاولاني زي ما احنا متفقين يحتوي على topic sentence. وفي نهاية الparagraph الاولاني بنحدد topic sentence اكتر واكتر. بنقول هنتكلم عن كذا كذا. الparagraph التاني والparagraph التالت دول اللي بنوضح فيهم topic sentence جدا جدا. وفي الاخر طبعا conclusion بنختم بقى وبنختصر الموضوع كله في conclusion بتاعتنا او في النهاية الختمة بتاعتنا. كده جمعا نكون خلصنا الاساية بتاعنا النهاردة. اتمنى ان كنتم تستفيدوا منه ان شاء الله. شكرا و اشتركوا في القناة شكرا